السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائرة قطرها معلوم الهدف الرابع أن نمثل معادلة دائرة على الصورة القياسية بيانيا أما الهدف الخامس والأخير فأن نمثل معادلة دائرة على الصورة القياسية بيانيا نبدأ ببعض المعلومات وتذكير الدائرة هي مجموعة النقاط جميعها في المستوى التي لها البعد نفسه عن نقطة معطاة تسمى المركز أما نصف القطر الدائرة فهو أي قطعة مستقيمة يقع أحد طرفيها عند المركز والطرف الآخر على الدائرة ونراه بالتمثيل البياني ننتقل إلى سؤال الأول الذي يقول هاتف لاسلكي مدى نوع معين من الهواتف اللاسلكية 30 ميل في أي اتجاه فإذا كان الهاتف يقع على بعد 40 جنوب المركز الرئيس وإلى الغرب منه بمقدار 300 فاكتب معادلة تمثل نهاية حدود الإرسال مفترضا أن المركز الرئيس يقع عنده نقطة الأصل نبدأ بالمركز الرئيس عندنا صفر وصفر عنده صفر وصفر لأنه هي نقطة الأصل نريد أن نعرف موقع الهاتف بما أنه قال على بعد 4 ميل جنوب المركز إذن سأنتقل لواي بسالب 4 وإلى الغرب منه بمقدار 3 إذن الأكس بتكون عندي سالب 3 إذن النقطة بتكون سالب 3 وسالب 4 أما نصف القطر فيكون 30 ميل نكون المعادلة نعرف أن معادلة الدائرة قوس إكس ناقص اله لكل تربية زائد القوس الثاني وي ناقص الكي لكل تربية تساوي تربية نعوض بالأتش وبالكي وبالأر فتصبح المعادلة كالتالي نبسطها بما أنه عندنا طرح وسالب فتصبح موجب إذن المعادلة القوس الأول إكس زائد الثلاثة لكل تربيع زائد القوس الثاني ويزاد الأربعة لكل تربيع تساوي 900 ننتقل إلى الهدف الثاني وأن نكتب معادلة الدائرة من تمثيلها البياني يقول السؤال أوجد معادلة الدائرة في الشكل المجاور نلاحظ من الرسمة أن لدينا مركز ونقطة على الدائرة إذن سنعوض بالنقطة وبالمركز النقطة نعتبرها X و Y أما المركز فنعتبرها H و K بعد التعويض والتبسيط ستصبح صفر تربيع زائد السالب الثلاثة لكل تربيع تساوي R تربيع إذن R تربيع تساوي 9 نكتب المعادلة مرة أخرى بالتعويض عن H عن K عن R تصبح X ناقص الثلاثة لكل تربيع زائد القوس الثاني Y زائد 2 لكل تربيع تساوي 9 أما الآن فننتقل إلى الهدف الثالث أن نوجد معادلة دائرة قطرها معلوم يقول السؤال أوجد معادلة الدائرة إذا كان طرفا قطر فيها النقطة الأولى ثلاثة وسالب الثلاثة أما النقطة الثانية فهي 1 و 5 نتذكر أن عندما يكون عندنا قطر هذه قطر هاي النقطتين المركز سيكون عبارة عن النقطة في المنتصف ونصف القطر سيكون من المركز إلى طرف القطر عندنا في الخطوة الأولى نوجد المركز بما أن المركز هو نقطة المنتصف إذن ستكون X1 زائد X2 على 2 Y1 زائد Y2 على 2 النقطة الأولى عندنا ثلاثة وسالب ثلاثة إذن X تساوي ثلاثة Y تساوي ثلاثة النقطة الثانية 1 و 5 إذن X2 تساوي 1 Y2 تساوي 5 نعوض نأخذ الجزء الأول فيصبح عندنا اثنين أما الجزء الثاني فهو 1 إذن نقطة المنتصف وهي المركز هي 2 و 1 ننتقل للخطوة الثانية وهو إيجاد طول نصف القطر نصف القطر من المركز إلى نقطة على الدائرة فممكن نختار أي نقطة من النقطة هنا وأنا بختار النقطة أول شيء المركز هي 2 و 1 X1 تساوي 2 Y1 تساوي 1 واخترت النقطة 1 و 5 ممكن نختار النقطة الثانية X2 تساوي 1 Y2 تساوي 5 معادلة نصف القطر جذر X2 ناقص X1 لكل تربيع زائد Y2 ناقص Y1 لكل تربيع طبعاً لو نتذكر أنه ينفسها المسافة بين نقطتين فالR تساوي ونعوض عن القيم اللي عندنا إياها فتصبح الR بجذر 17 أما الR تربيع فبتكون 17 في الخطوة الأخيرة نكتب معادلة الدائرة بالتعويض عن الH بال2 عن الكيب 1 عن الR تربيع بال17 فبصير المعادلة كالتالي القوس الأول X-2 لكل تربيع زائد القوس الثاني Y-1 لكل تربيع تساوي 17 ننتقل إلى الهدف الرابع وأن نمثل معادلة الدائرة على الصورة القياسية بيانياً أوجد المركز وطول نصف القطر الدائرة التي معادلتها X تربيع زائد قوس Y-2 لكل تربيع تساوي 9 ثم نمثلها بيانياً طبعاً مركز الدائرة بيكون صفر واثنين نصف القطر يساوي ثلاثة لأنه عبارة عن جذر تسعة يساوي ثلاثة إذن نريد التمثيل البياني نأخذ ونضع المركز في البداية نأخذ ثلاث نقاط من اليمين ثلاث نقاط من اليسار ثلاث نقاط من الأعلى ثلاث نقاط من الأسفل فتصبح الدائرة كالتالي ننتقل إلى هدفنا الأخير وأن نمثل معادلة الدائرة ليست على الصورة القياسية بيانياً يقول السؤال أوجد المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها X تربيع زائد Y تربيع زائد 4X ناقص 10Y ناقص 7 تساوي 0 سنكسبها بالصورة القياسية طبعاً أول شيء نجعل X تربيع مع X مع بعض والY تربيع مع Y مع بعض طبعاً عشان أكون مربع كامل أحتاج إلى عدد مع X تربيع والX وأحتاج رقم يكمل المعادلة اللي فيها الY وما أنسى أنه لما أضيف شيء في طرف لازم أضيفه في الطرف الثاني عشان ما أخل بالمعادلة شنو بيكون الرقم اللي عندي يا المربع بالأزرق بيكون عندي أربعة ما المربع الثاني؟ فأنا أقول عشرة قسم اثنين وهو خمسة خمسة تربيع بتكون خمسة وعشرين إذن أصبحت المعادلة كالتالي إذن قوسي الأول بيكون X زائد أربعة أما القوس الثاني فسيكون Y ناقص الخمسة ناخذ الناقص أو السالب من العشرة Y وآخر شيء بيكون عندنا ستة وثلاثين إذن معادتي بتكون قوس الأول X زائد اثنين لكل تربيع زائد القوس الثاني Y ناقص الخمسة لكل تربيع تساوي ستة وثلاثين مركز الدائرة سالب اثنين وخمسة نصف القطر يساوي R تساوي جذر ستة وثلاثين فتساوي ستة شكرا لحسن استماعكم ونرجو لكم النجاح والتوفيق